بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبايبي طلبة بريب 1 تعالوا نكمل سوا مراجعة العمل ونشوف حنحل الأسئلة بتاعته ازاي زي ما متعودين بطريقة سهلة وبسيطة بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا أكيد عارفين اعملوا بقى سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس وفرحوني بلايك وشير وكمنت على الفيديو ونضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام كل اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشون بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نكمل سوا آخر بارت مراجعة العملي لبريب 1 احنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن كل الأسئلة اللي ممكن تجلنا عن يونت 1 وكمان الأسئلة اللي ممكن تجلنا عن الإلكتروماجنت والدينامو والحدوتة دي نهاردة هنكمل كلامنا ونشوف يجيب لنا الرسمة اللي قدامنا دي عبارة عن كوين محطوطة على بيبر وصورة إيد بتحاول تعمل بوشينج في البيبر اللي تحت الكوين دي ويجي يقول لك من الضوء الثاني mention the reason of falling الميتاليك كوين في الكب لما الولد ده أو لما الراجل ده push البيبر quickly ليه البيبر نزلت في الكب مرحتش مع البيبر الحدوتة دي حصلت ليه ايه الريزون في كده اللهي الحدوتة دي حصلت علشان force اتكلمنا عنها في ليسون كامل اسمها انيرشيا الانيرشيا دي خلت الكوين تعمل ريزست للصدن موفمينت الكوين مش عايزة تعمل الموفمينت دي وعايزة تحافظ على الاستاتيك ستيت بتاعتها هي كانت استاتيك كانت واقفة عايزة تفضل في الاستاتيك ستيت دي تاني يبقى كوين ريزست للصدن موفمينت due to انيرشيا طيب لما يجي يسألني بقى what do you conclude من كده تقدري تفهمي ايه من الحدوتة دي والله انا كده فهمت ان الانيرشيا دي هي اللي بتخلي الابجكت يعمل ريزست لللي تشينج اللي انت عايز تعملها في الريست ستيت بتاعته يعني الابجكت لو هو في الريست ستيت الانيرشيا force تخليه ريزست الموفمينت والأوبجكت بتاعك ده لو في حالة موفمينت الانيرشيا تخلي الابجكت ده يعمل ريزست لان انت هتعمل له استوب يعني الانيرشيا دي عكسنا او خلاص عايز تعمل استوب وهو اصلا كان موفمينت فعايز يفضل место طب عايز تخليه في حالة موشن وهو اصلا كان في حالة استاتيك لا انا عايز افضل استاتيك زي ما هي دي الانيرشيا فورس شغلاناتها انها تعمل resist للتشينج في الستيت بتاعت القبل الشكل التاني اللي ممكن يجي لنا بقى درس الموشن جيب لك شوية حاجات كده ويقول لك قول لي الطايف اوف موشن دي ايه جعني مثلا في الصورة الاورانية جايب لنا شكل المون وهو بيعمل ريفورف اراؤون دا ايرز هي في الحقيقة ادي موشن ويرجع يعمل نفس الموشن تاني يرجع نعمل نفس الموشن تاني الله دي اسمها ايه دي دي بريودك موشن اما الرجل التاني اللي ركب الموتسيكل دا دا عنده start point كان طالع من بيتهم رايح الشغل والحدوتة خلصت يبقى دي اسمها ايه اسمها transitional motion طيب البنوتة دي اللي ركب على ال swing ورايحة كده وترجع تاني رايحة كده وترجع تاني تاني يبقى دي اسمها بريودك موشن بنعرفهم ازاي؟ قلنا الترانزيشنل موشن اللي هستارت بوينت وإند بوينت وخلصت الحدود اما البيريودك هي نفس الموشن والأوبجيك تعمال يعيد ويزيد في هاتين number four دا الترين ماشي من كايرو مثلا لالكس يبقى دي اسمها transitional motion اما الريتات ريبي اللي قدامنا دي اللي هي اللعبة اللي انتو بتلعبوا بيها هي بتعمل موشن واحدة بس ان هي revolve around each self ترجع تعملها تاني كمان مرة وكمان مرة يبقى اسمها بريودك موش الووتر ويف number six دي برضو نوع من انواع البيريودك موشن لان هي عندها نفس الحركة وبتعود تعملها تاني وتاني وتاني يبقى اسمها بريودك موش نفس الكلام على number seven ما هي number seven دي شبخ بالضبط number one المون بيريفولف around the sun والبول دي بتريفولف around my hand فتبقى برضو بريودك موش number eight بقى لا دا انا كان عندي البيسبول مثلا الكورة بتاعته هنا كورة بتاعته بقت هنا خلاص مش هترجع لي تاني الحدوتة بتاعتها خلصت ليها start point وليها end point فيبقى اسمها transitional موش simple pendulum لا الobject دا رايح جاي رايح جاي ايا نفسها بالضبط حركة البنوتة اللي بتعمل swing دي دي برضو من نوع اللي اسمه periodic موش نكمل كلامنا ونشوف بقى الحاجات اللي موجودة في unit three ودخلة معنا في الpractice فسامحوني حنطول شوية في الكلام عنه او الرسمة يجيب لي شكل الارث كده ويقول لي الفجر اللي قدامك دا دا represent section of the earth يعني قاطع الارث كده كأنها حتة جبنة رومي او حتة بضاية زي ما المعاصر جايبها كده ويقول لي يقول لي labels بتاعته احنا الارث عندنا mainly consist of three layers اللير اللي احنا عايشين فيها وبنبني عليها وبنزرع فيها الاولانية دي اللي هي اسمها earth crust طول عمرنا نسمع عنها ونقول ان soil cover the earth crust دي اول layer اللير اللي تحتها دي بقى اللي هي نحفر علشان نوصل لها ونجيب منها المينيرالز والكول والحاجات دي كلها طبقة دي اسمها the mentor بعد كده في طبقتين جوه بعض واحدة كده اسمها core واللي جوه اسمها core بردو بس اللي بره دي سمتها the outer core والجوه دي اسمها inner core يعني ادي number one اسمها crest number two mental ولو شاور لي علي تنيندل مع بعض اسمهم core لو فصلهم يبقى اللي بره outer core واللي جوه inner core يبقى number one the earth crust number two the mental number three outer core وnumber four the inner core كنا عرفنا كل واحدة فيهم the thickness بتاعها قد ايه وفيها مين او حاجة property ايه special اوي لها هي الوحدة يعني مثلا قلنا على اللير الاولانية اللي هي اسمها the earth's graph دي ان هي light light مش معناها ان هي بتنور light دي اللي هي opposite heavy يعني خفيفة ما هيش فيها حاجات ايه 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 تقيلة اوي والثيكنس بتاعها صغير اوي زي ما انتو شايفين الحتة دي بس الحتة دي ايه range من eight لستي كيلو متر وده صغير ميس اه ده انت لسه هتشوف البقين قد ايه دلوقتي طيب number two اللي هي اسمها المنتل دي دي نعرف عنها ان هي rocky layer يعني فيها rocks كتير اوي والثيكنس بتاعها ده كبير اوي يا شباب ده two thousand eight hundred fifty eight كيلو متر two eight eight five كيلو متر دي مين دي دي التانية اللي اسمها the mentor the outer core بقى دي فيها molten metal يبقى احنا قلنا اول واحدة دي light تاني واحدة فيها rock outer core اللي هي تالت واحدة فيها molten metal كأنك حتقول molten cake كده بس ده molten metal يعني المتل بس في شكل liquid شوي السيكنس بتاعها two thousand two hundred كيلو متر اما ال inner core اللي موجودة جوه خلص دي دي بقى هي اللي عاملة لل earth اللي هيلمان بتاعها ده ومخليها تقدر تعمل تلف وتقدر تعمل كل الحاجات والgravity والحدوتها دي كلها دي solid layer فيها mainly two elements مهمين قوي iron و nickel وال radius بتاعها اصغر من اللي قبلها دي one thousand three hundred fifth بتعالي نقول النمبرز وكلهم كده الاولانية من eight ل six two eight eight five two thousand one hundred one thousand three hundred fifth دول كده thickness تابتعالي نرجع نقول كل واحدة one information عنه الاولانية دي light بعدين دي rocky layer دي has melting metals ودي solid layer من metals اللي اتنين اللي قلناهم iron nonic طيب هنا بيسألني المولتن metal موجودة في layer اللي اسمها ايه هي موجودة في layer three اللي اسمها outer core بعد كده بيسألني عن thickness بتاع layer number three thickness بتاعها دي كانت 2,100 كيلومتر اما layer number 40 قط اصغر شوية دي 1,350 كيلومتر اسألني بقى عن layer المهمة او اللي هي inner core number 40 contain iron ومين كمان iron وني موجودين في any state في solid state مهي مولتن metal زي outer core المولتن metal في outer core وال solid metal في inner core بعد كده عندنا في الليسون الاخراني في المنهج كان بيتكلمني زي ما قلنا في اول فيديو عن الrocks types of rocks اللي موجودة حوالينا وعرفنا كده بسرعة انهما كانوا mainly three types of rocks الاولين منه اسمه genius rocks والتانية اسمها sedimentary rocks والتالت اسمها metaphoric rocks من الاخر كده ال egenius rocks دي جيالنا اصلا من vulcine اما تحت the earth اما قدرت توصلي لفوق the earth والsedimentary rocks دي عبارة عن sediment يعني فتفيد كده من الصائل وقعدت تعملي layer ولا layer ولا layer فبدأت تعملي rocks دي اما الميترا foric دي كان اصلاها واحدة من الاتنين اللي فاتوا اصلاها egenius او sedimentary rock وحصل لها انها تعرضت ل temperature عالية او او pressure عالي او فكون الروك دي فحيجيب لنا اشكال الروك دي ويسألني كل مرة ايه الname والtype والmain minerals الميم بتاعت الروك دي الروك دي كلنا شايفينها تقريبا في بيوتنا ادخل المطبخ كده حتلاقي ماما عندها حاجة اسمها رخامة حط عليها الحاجات دي كلها في منها نفس الtwo colors دي اللي هي الاسود ومعاها لون بوني كده في منها البوني بتاعها كتير وفيها حاجات صغيرة كده من اللون البر احنا بنقولها رخامة هي في الحقيقة اسمها ايه اسمها granite طيب الطيب بتاعها دي بقى كاب من اني شلة دي اللي كتجيالنا من الفولك ولا اللي كتجيالنا من السيدمند ولا اللي في الحقيقة دي واحدة من اللي كان وجاي لنا من الفولك ينو الفولك احنا اتفقنا لما بيطلع الحاجة اللي اسمها المجمع بتاعته اللي هي الثك اللي بيطلع من تحت الارث ده اللي كلنا اكيد شفنا فيديو لي لو فضلت جوة الارث بسميها مجمع ولو طلعت لي برة على الارث بسميها لاظا اهو بقى المجمع او اللافا دول لما يبردوا يعملوا لي روك المجمع اللي هي تحت الارث فضلت جوة دي لو بردت تعمل لي لوع من انواع الارث اسمها بلوتونيك روك اللي بتاعها اسمه جرانيت اما لو اللافا بقى يعني طلعت برة الارث سورفس وبردت كده تعمل نوع تاني اسمه فولكانيك او اسمه سورفس روك وده الاجزامبل بتاعه اسمه البازلت اللي اتنين في الحقيقة شبه بعض بس واحد منقرش كده في لونه يعني واحد فيه two colors بينين قوي زي الجرانيت اللي احنا شايفينه قدامها والتاني لا التاني نفس المنظر ده اللي اسمها البازلت ده نوع من الاجينيا سروك بردو بس من الطيب التاني اللي هو كان اصله لافة وحصل له كولينج اما الجرانيت دي كان اصلها مجمى وحصل لها كولينج اللي اتنين اسموهم ايجينيا سروك بس واحد اسمها بلوتونيك ايجينيا سروك والتانية اسمها فولكانيك ايجينيا سروك يبقى الجرانيت دي عرفنا ان هي من الاجينيس روكس النوع الاولاني اللي هو كان مجمع وحصل له كولينج اسمه بلوتونيك ايجينيس روكس بعد كده بيسألني عن المينيرل يعني ايه المينيرلز يعني الحاجات اللي كونتلي الحدوتة دي حنلاقي مثلا ان التو طايبس من الاجينيس روكس اللي هو ده وده فيهم ثري مينيرلز عشان نسهلهم بقى والاتنين دول اللي هما من السديمنتري كل واحد فيهم مينيرل واحد بس اما سيبلي ده بقى لداخر عشان احنا حكينا حددته بس نرجع نقول هاتي ده كان ايه ده كان روك عادي جدا وحصل له بيرنينج او حصل له او الماربل ده في الاصل في الاصل كان لايمستون وحصل له بيرنينج فالمينيرلز اللي فيه مش حكلم عنها لانها اصلا مينيرل بتاعة اللايمستون طيب تاني كده نحكي تاني المينيرلز اللي هنا تلاتة اخوات اللي اتنين اللي اسموهم ايه جينيس اللي هو ده وده فيهم واحد متكرر في اللي اتنين اسموهم فيلد سبار وكوارتز ومايكا اهو الفيلد سبار ده موجود هنا برضو هنشوفه كمان شوية في البازل طيب كوارتز دي فيه مركة ساعات اسمها كوارتز والمايكا دي كأنك حد بيقول ايه ده ماسك المايك مايك وحط في الآخر ايه والفيلد سبار فيلد سبار طول ثري مينيرلز اللي موجود في الجرانيت تاني شكله عندنا هرق كده وكأنه شوية سانت وملزوقة في بعض اسمها ايه اسمها ساند ستون والطيب بتاعها ايه بدم حاجات كده متجمعها على بعض يبقى ده من الطيب التاني اللي كان اسمها سديمانتري روكس المينيرلز بتاعتها الساند يا شباب كله كونسست مينلي من مينيرلز اسمها الكوارتز طيب كويس مش هنحفظ قسامي جديد يعني الكوارتز ده جي مرة في الجرانيت وجي مرة في الساند ستون والفلد سبار جي مرة في الجرانيت ومرة في البازل طيب تاميه يبقى احنا عندنا الاتنين دول تكرروا طيب بعد كده ده اسمه ايه ده ده اللايمستون ده لو حد منكو يعرف التبشير او ساعتني بقى ماشين في الشارع كده نلاقي توبة بيضة اجي اكتب بيها على الاسفل تكتب عادي اهو ده اللايمستون لونها ابيض كده ولما امسكها في ايدي اقدر اكسرها اقدر افتفتها لو خبطها جامد او حيك دي انهي نوع دي نفس نوع دي ساند ستون واللايمستون ده الاخوات اللي اتنين من الطيب التاني اللي اسموهم سديمن تري روكس طيب والمانير اللي فيها لقلنا في الفيديو الاولين اللايمستون دي فيها حاجة اسمها كالسيوم كاربونيت ممكن اسميها كالسيوم كاربونيت او اقول ان اسمها مانيرول كالسيوم هي هي مانيرول كالسيوم مش عجباك عجباني كالسيوم كاربونيت حلوة وزي الفل مش هتقول لا الطيب اللي بعد كده او الروك اللي بعد كده عندي هي الجديدة الاخرانية دي هي من الطيب التالت اللي اسمها ميتا فورت اللي هي كان اصلاها لايمستون وحصل لها بيرنينج او حصل لها اكسبوزد لهاي بريجر فاداتني الشكل ده الشكل المنقرش ده اللي فيه الوان ده لو فيها امبيورتيزم يعني لو فيها شوائب فيها حاجات تانية موجودة مينيرولز تانية موجودة ويبقى شكلها وايت عادي جدا كأنها لايمستون بالزبط لو هي بيور مفيهاش حاجة تانية فانا ما حبيتش احط لك الصورة التانية عشان ما اطلخبطكش الماربل دي فيه منها اتنين واحدة وايت ماربل والتانية كالورد ماربل الفرق اللي ما بينه من الوايت ماربل دي سادة مفيش حاجة فيها غير اللايمستون اما كالورد ماربل فيه امبيورتيز دخلت في النص جوه اللايمستون طبعا مش بيجيب لك شكل الوايت ماربل لان ساعتها مش هيبقى فيه فرق ما بينه ما بين اللايمستون هي حتبقى نفس الشكل ده بالزبط فلو حيجيب لك ماربل حيجيب لك بشكلها التاني اللي هي كالورد ماربل خلاص عرفنا اسمها ماربل والطايب بتاعها من الميتامورفيك روكس والمينيرال اللي فيها مش هيسألني بس لو فرضنا انه هو سألني هنكتب له زيها زي اللايمستون بالزبط مينيرال كالسيت او كالسيوم كاربوني النوع الاخراني ده اخو الجرانيد بس كان ايجينيس بس مش بلوتونيك اسمه ايه اسمه بازلت زي كده انا بازلت مجهود كتير قوي عشان اطلع الفيديو ده بازلت طيب الطيب ده انه نوع ده ايجينيس روكس بس من النوع التاني اللي اسمه او بنسميه ايجينيس روكس المينيرال اللي فيها اتفقنا فيها واحد مكارر اللي هو الفيلد سبار وفيها كمان اتنين مينيرال واحد اسمه اوليفن والتاني اسمه بايريكس عشان ما نتلخبطش اوليفن دي كأني بقول اوليف اللي هو الزتون وحطينا في النص حتى هي لونها في الكتاب لونها اخضر زتوني كده جميل بس طبعا لون الزتون قبل ما يدخل طوي والحاجة المينيرال الثالثة فيها اسمها بايرو وبعدين كسين بايروكسين بايروكس يبقى تاني الجرانيت والبازلت اللي اتنين ايجينيس روكس واللايم ستون والساند ستون سديمنتري روك والاكزامبل الوحيد اللي عندنا من الميتافوريك روك هو الماربلز نفتكر الاليمنت الكوارتز اتكرر عندي مرتين في الجرافيت والساند ستون الفلد سبار جالي مرتين في الجرانيت والبازلت وكل واحد فيهم بقى جاله حاجة تانية مكارجر الجرانيت معاه مايكا البازلت معاه الاليوين والبايريكسون اللايم ستون واختها اللي اتحرقت بقى اللي هي الماربلز موجود فيهم مينيرال الكالسيت او اسموهم كالسيوم كاربونيت ياربكم لم تلكوا كل الاسئلة اللي موجودة عن العمل عرفوا اصحابكم بالقناة وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة